صدق القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2024 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التقنيد والتعبئة والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على الاعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة اكتوبر 2024 جاء ذلك خلال وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنة مدير ادارة التجنيد والتعبئة والذي اشار فيه الى كافة التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر اندمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والذي سيتم مستقبالهم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يونيو 2024 هذا وقد تم تعديل التوقيتات الخاصة بموليد حملت المؤهلات العليا والمؤهلات فوق المتوسطة ليكون التقديم متاح لموليد الفترة من الاول من يناير وحتى الثلاثين من ابريل لأشهر يناير وفبراير ومارس وابريل من جميع السنوات حتى عام 2004 للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع ادارة التجنيد والتعبئة على شبكة الانترنت على العنوان التالي www.tagenid.mod.gov.eg ومن خلال رقم الخدمة الصوتية للمركز الالكتروني لخدمات التجنيد 15.499